حذر العلماء في السويد من استخدام العطور النسائية أثناء فترة الحمل لأنها قد تؤدي إلى إصابة المواليد الذكور بالعقم وجاء هذا التحذير بعد أن اكتشف العلماء وجود مستويات عالية من مواد كيميائية تسبب العقم في تركيبة أنواع معروفة من العطور ومنتجات التجميل والزينة الأخرى وقد ازدادت المخاوف من هذه المادة التي تستخدم في منتجات الزينة كمستحلب لإبقاء رائحة العطر أقصى فترة ممكنة على أجساد مستخدمي بعد ظهور دلائل على أنها وراء حدوث حالات مرضية أثرت على 4% من الأطفال الذكور مثل عدم نزول الخصية واعتلال المجرى البولي لذلك تسعى المفوضية الأوروبية إلى فرض حضر على استخدام نوعين قويين من هذه المادة الكيميائية وبالنهاية فإن الحمل فترة حرجة في حياة المرأة تحتاج فيها إلى عدم الإقدام على تصرفات حتى لو بسيطة قد تسبب لها مشكلات كبيرة مثل تدخين الحامل أو المبالغة باستخدام مستحضرات تجميل مجهولة المصدر يمكن أن تتسبب في إحداث تشوهات للجنين اشتركوا في القناة